هذا البرنامج برعاية دار الأركان عامرة والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص مشاهدين الكرام مرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي بموضوعية في هذه الحلقة نتناول قطاع التجزية وفي هذه الحلقة الصديفة لساد أحمد بن داود وهو الرئيس التنفيذي لمجموعة بن داود القابضة وهي المالكة العالمة التجارية المعروفة الدانوب وبن داود مرحبا أستاذ أحمد أهلا وسهلا فيك أخير راشد أول شيء نريد أن أتكلم عن حوارا ليست عن مجموعة بن داود القارض حوارا عن الدانوب وبن داود يعني تعتبر نفسي ممكن البزنس تقريبا أول شيء القطاع هذا يعني أنا نلاحظ أنه في السوق عندنا يعني في نمو كبير في الهايبرو وتوسعت بهذا الاستثمارات هل السوق الآن يحقق نفس مستويات النمو السابقة في السنوات الماضية إلى الآن ولا هو أصبح في مستويات الآن خلال نقول مستقرة هو شوف اللي صار خلال السنوات الماضية في عالم تجزئة بالذات في المواد الغذائية وتحديدا ما بين 2015 إلى 2019 كان فيه نزول ملاحظ في جميع القطاعات تقريبا ومن ضمنها اللي تأثرت اللي هي مجال المواد الغذائية وحتى التأثير يعني ما كان بشكل كبير تقريبا على أن كمباوند أنوال جروث ريت يعتبر بـ 0.3% لكن اللي لاحظنا الآن مع بداية 2000 أو خلينا نقول لك من نصف الثاني من 2019 السوق بدأ يستردعا فيته لقنا فيه طلوع وخصوصا بداية 2020 نفس الشيء نتائج كانت جدا رائعة ومتوقع إن شاء الله يعني حسب دراسات يورو مونيتر أنه متوقع أنه القروث اللي هيصير بـ 5.1% يعني هنرجع لنفس أرقام 2015 ويمكن أكثر إن شاء الله يعتبر كبير أكثر من 5% صحيح طيب الآن أصبحت الأسواق الكبيرة الهايبر هذه يعني هي تقريبا السمة الغالبة لكن هل هذه الأسواق الكبيرة الهايبر الآن تعتبر منافس حقيقي في السوق لمتوسطة والصغيرة البقالات وغيرها وإلا هي سجمنت مختلف أصلا هو شوف يعتبر السوق يعني فيه عدة خلينا نقول أنه فيه عدة أشكال لتجارة مواد اغدائية طبعا تبدأ هي بـ اللي هي طبعا نحن بنتكلم حقين اللي هم الجملة والبقالات بعدها عندك اللي يسمونه الـ اللي هو السيبر ماركت والهايبر ماركت طبعا تجربة تسوق مختلفة بحيث أنك تدخل في الصالم وتشوف ألاف الأصناف موجودة أمامك في مكان واحد دائما التحدي اللي يكون موجود ما بين البقالة أو حتى تاجر الجملة مع السيبر ماركت أو الهايبر اللي هي في عدد الأصناف وتجربة تسوق تتكلم على عشرين ألف صنف وفوق في السيبر ماركت والهايبر في حين أن البقالة يدوبك يكون عنده ألف أو ألف ومئتين صنف أو حتى ممكن خمسمائة صنف يعتمد على الحجم كمان فالعميل على حسب وين بيروح يتسوق إذا كان بيدور على أصناف ناقصة عنده وبيحاول يكملها ممكن يروح للبقالة لكن ممكن يروح للسيبر ماركت كمان والشيء الأهم والإضافي كمان إيش سمعة السيبر ماركت اللي بيختاره فالعميلة اليوم لما نيجي بيختار المتجر اللي يروح تسوق منه أنا أعتقد اللي يأثر في قرار الشراء أو اختياره سواء يروح للبقالة أو حتى للسيبر ماركت مدى ثقته بالعلامة التجارية اللي بيروح لهم طيب الآن أسواق السيبر ماركت أو الهايبر الآن لاحظ أنه الآن يعني في كثرتها وفي توسعها بعض الشركات الأخرى المنافسين وغيرها السؤال هنا إيش الفروقات بينه إيش اللي ميز بينه أنا خليني أضيف لك نقطتين هنا لما نيجي نتكلم منه صحيح أنه بكثرة وموجودة وعدد الفروق اللي بتمفتحها اليوم اليوم إحنا كسوق مقارنة بدول الخليج ومقارنة بدول الأسواق الرئيسية إحنا نعتبر كعدد أو منافذ بيع أقل من كل الأسواق أقرب سوق لنا اللي هو مثلا الإمارات المساحة إيش المعيار هو؟ المساحة مثلا المتوفرة للسوبر ماركت للصالة يجمعوها ويكسموها على عدد السكان حاليا العدد اللي هنا في السعودية أقل من الإمارات حتى لما نيجي نقارن حتى كمان حجم المبيعات اللي صار كمواد غذائية مقارنة بعدد السكان اللي موجودين هنا أقل برضو بشكل كبير من الأسواق الرئيسية فلسه في فرص النمو واعدة هنا في السعودية خصوصا مع توجهات الدولة اليوم في استثماراتها في بنى تحتية في مدن اقتصادية في مشاريع جديدة ووجهات جديدة هذه كلها بتخلق فرص أنه ويتاحة فرص كبيرة للشركات المحلية أنهم يتوسعوا طيب سيد أحمد توسع الحين ألاحظ أنه بعض الشركات تلقى يمكن بعضهم بدون مبالغة يمكن كل اسبوعين فرع صحيح تقريبا يعني نجد في الدانوب لا هل هو سيلكتف أنت عندكم انتقال الفروع وين تحط فيه وأنه أنا أضع فرع يكفيني عن خمسة فروع في هذه المنطقة يعني إيش السياسات اللي تعتمد في سياسة توسع هل هو مرتبط أيضا بموضوع الإدارة المحاسبة الرقابة المالية توفر كوادر البشرية إلى آخره الإدارات بعضهم يستطيعون يتوسع بسبب قوة الإدارة عنده وبعضهم لا يستطيعون يتوسع بسبب ضعف الإدارة عنده ولا هي أسباب أخرى هذه طبعا تعتمد أول شيء على استراتيجية الشركة نفسها وخطتها توسعية لكن اليوم لما نجد أتكلم عن بن داود والدانوب إيش خططنا التوسعية إحنا من البداية خططنا في التوسع ليس على أساس أن أفتح فروع بعدد كبير وأغطي جميع مدن المملكة الهدف لما نجد أتوسع أن أذهب بطرق مدروسة مثلا بداية بن داود والدانوب من المنطقة الغربية أول ما فتحنا أول فرع في الرياض كان الحياة مول قعدنا ثلاث سنوات خلينا فرع واحد إيش السبب أنه خلينا إدارة منفصلة في الرياض عن جدة وثلاث سنوات بدون أن نفتح أي فرع آخر نفس الشيء سونا لما نفتحنا في الشرقية وخلينا الفرع اللي هناك الوحده لمدة سنتين سبب توسعنا بالطريقة هذه أول شيء كنا نفهم إيش الفرق ما بين السلوك الشرائي للمستهلكين بين المنطقتين السعودية دولة كبيرة ما شاء الله فلما نجي نتكلم على مختلف المناطق فيها مختلف أو خلينا نقول لك يعني طرق مختلفة للشراء أو خلينا نقول لك الـ Customer Preferences اللي هي تفضيلاتهم إيش هي فلما فتحنا أول فرع في الرياض لاحظنا أن السوق اللي هناك مختلف عن جدة أو الغربية وحبينا أن ندرس السوق أول ونبني الكادر الصحيح اللي عندنا يمكن يساعدنا في التوسعات مستقبلا لما نتمكن من السوق لما نشوفنا أنه فعلا عرفنا المستهلك يدور على إيش الأصناف اللي يفضلها إيش تجربة التسوق وكيف تختلف عن المنطقتين قررنا أنه ساعتها نتوسع في الرياض ونفس الشيء في الشرقية توسعنا من الخبر للدمام للجبال للحسن فتوسعاتنا دائما مدروسة أنا أعطيك يعني واحدة من الأمثل اللي صارت معنا وواحدة من الاخترافات الكبيرة اللي شفناها بين المنطقتين يعني خلينا نقول لك الوسطة والغربية عادة المستهلكين هنا بعد خلينا نقول لك يعني في صلاة عيد الفطر الأهل بتجمع مع بعض وداما إيش المنطقة الغربية تلاقي الفطور داما هي الوجبة الرئيسية وتجتمع على الفطور إحنا أول ما فتحنا في الرياض رقنا فيه إخبال كبير من العملاء هناك على الخدمة اللي بتقدم الدانوب فلما جينا حسبنا وشوفنا كذا المبيعات والفرق ما بين غربية والوسطة قررنا أنه نفتح عدد الأصناع يعني خلينا نقول لك البضاعة اللي كانت متوفرة هناك بطريقة أكبر من أي فرع آخر زائد حطنا عمالة إضافية على أساس أنه تخدم العملاء هناك بشكل صحيح ننتظر طبعا فروع جدة سلوك الشرائي معروف ومستنينا الزبائن يجوا وجوه الرياض ما كان فيه أي زبون داخل السوبرماكت في الصباح في الصباح ما الفرق؟ ليش؟ ليش كذا؟ ليش اللي صار معنا اللي ما فيه زبائن في السوبرماكت بعد صلاة العيد اكتشفنا أنه أهل الوسطة مثلا لما يجتمعوا مع الأهل وكذا ذبايح ورز ولحم وكذا وهذا الفرق الكبير ما بين السوقين يعني واحدة من هذه الفروقات أثرت معنا بشكل كبير في أول سنة فتحنا فيها لما شفنا الفرق هذا قررنا أنه إيش ندرس السوق كمان أكثر نبني كادر صحيح من وراء على أساس أنه يساعدنا في التوسعات مستقبلا طيب الإدارة يعني العمل الإداري والمالي في الشركات في الشركات أتكلم هل هو يحكم مسارة التوسعات؟ أكيد طبعا دعنا نتكلم مثلا إذا كان طريقة قراءتنا للبيانات المالية مثلا حجم الاستثمار ككابكس أو استثمار رأس مالي اللي أنت بتحطه في افتتاحات الفروع هل المردود اللي بيجيك صح أو لا؟ ممكن يكون استثمارك عالي جدا لكن مردوده يكون متدني فيعتبر قرار غير صحيح في عملية التوسع فعشان كذا نحن دائما في عملية التوسع عندنا شغلتين انتقائيين جدا بالنسبة للمواقع الشيء الثاني والمهم اللي هو التوقيت الافتتاح متى طبعا عادة كتوسعات السبرماكة غالبا قبل رمضان تفتح مش شرط توقيت انه يكون قبل رمضان بس حتى كمان توسع المدينة هين بيصير يعني مثلا اذا كان التوسع باتجاه الشمال ايش السرعة اللي بييجو فيها السكان في المنطقة هذه الجديدة او خلينا نقول لك الحي الجديد اللي بيصير معنا احنا انا لما ناخد السبرماكت باخذه على لونج ترم ليز خمسة عشر سنة عشرين سنة لازم اجي اول شيء من بدري قبل ما يجو خلينا نقول لك كتابة سكانية قبل ما تطور و تسير زحم المنطقة هذهك اخذ المكان هذا و اكون متواجد فيه و يمكن على مدار سنة او سنتين يبدأ خلينا نقول لك المنطقة تنتعش ساعتها ممكن انه ايش الفرع هذا يبدأ يشتغل معاي لكن ما اقدر استنى و اتأخر و يروح علي الموقع يجي منافس ياخذه و راح علي و يصير بعد كده التوسع يكون غلط او يمكن اجي بشكل يعني خلينا نقول لك مبكر جدا و مكلف و مكلف حيكون عليه لانه طبعا النمو اللي حيصير معاي في المبيعات و خصوصا نحن بنعتمد على التان اوفر اذا استنيت على كثير مثلا خمس ست سنوات هذه كلها تكلفة على العمل على الشركة طيب الان شركات يعني لا تعتمد على هوا مشربحية عالية صح الشركات اللي هي ايش الشركات اللي هي تدير الاسواق صحيح يعني ما تعتمد على مسألة الهوا مشربحية العالية تعتمد على التورنوفو صحيح طيب هل هذا هو يلزمها أنه لازم تحقق نموه بالتالي لا يحصل إلا بتوسعات التوسعات ممكن تصير بطريقتين و نحن هنا في مجموعة بن داود أو خلينا نقول لك بن داود القابضة نفس الشيء بنتبع السياسة هذه خلينا التوسع بالنسبة لنا يعتبر من ثلاث أماكن طبعا المكان الثالث هذا هن أشرح لك إياه بعدين بس المكانين الأولين اللي هم نفس الفروع الحالي اللي موجودة فيه خلينا نقول لك الفروع اللي تم افتتاحها طريقة أنك تزيد مبيعاتك بحيث أنه تكون قريب جدا من تفضيلات المستهلك أو خلينا نقول لك اختيارات ومشي عادة أننا نيجي نتكلم عن التغيرات السريعة اللي بتصير في الأسواق سواء كانت في سلوك الشرائل للمستهلكين أو حتى من ناحية التقنية أو حتى من ناحية التجهيزات اللي ممكن تصير في الفروع بنسمع دائما أن العميل بدأ يتحول إلى منتجات اللي هي تعتبر أو أنها تعتبر خالية من منتجات الحليب أو أنه يكون مثلا بدأ يتحول إلى منتجات العضوية يعني هيلثي أكثر صحيح ممكن يكون هيلثي وممكن تكون تفضيلات في منتجات كثيرة اليوم بدأت تطلع اللي هي بديلة للحوم من أساس يكون نباتي فكل التغييرات هذه اللي بتصير في سلوك المسهلكين أو خلينا نقول لك في سلوك الشرائي يجبرنا أنه نعدل البرودكت ميكس أو تشكيلة الأصناف الموجودة داخل الصالات طيب خلينا نكمل بعد الفاصل فاصل هذا البرنامج برعاية دار الأركان عامرة والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD هذا البرنامج برعاية دار الأركان عامرة والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD مشاهدين الكرام مرحبا بكم نستكمل حوالنا مع السيد أحمد بن داود وهو رئيس التنفيذي لمجموعة بن داود القابضة المالكة العلمة المعروفة الدانوب وبن داود كيف طعتك قبل الفاصل نحن غطينا الجزء اللي هو إيش كيف نحاول نستجيب للتغييرات اللي بتصير في السلوك الشرائي للمتسوقين فدائما اللي بنحاول نسويها هنا لما نستجيب لها بالتغييرات هذه نعدل دائما في الـ product mix أو تشكيلة الأصناف اللي تكون موجودة عندنا في الصلاة طبعا الشيء هذا بيساعدنا دائما أنه يكون فيه تواصل أكثر بيننا وبين العملة ويساعدنا أنه نحسن مبيعاتنا أو قلين نقول لك نحسن حجم السلة مع العميل طبعا كل ما عرفته أكثر كل ما عرفت أكثر عن المنتجات اللي بيشتريها وكل ما أقترح لمنتجات أنه يشتريها أنا لاحظا أنت مركز على الـ بشكل كبير بشكل كبير لأنه هو الذي يفرق هذه العلامة فارغة هذا ليس كذلك قاعدين تحللون تفلترونه صحيح هو التحليل على أساس أنه نحسن التعليم أو تجربة التسوق كيف تحللونه من خلال مشترياته أو قيمة مشترياته أو كيف هي من ناحيتين نعرفها طبعا حركته داخل الصالات السوبر ماركت كيف يتحرك فين يروح المنطقة اللي وقف فيها وكذا من ناحية الثانية كمان اللي هي الأصناف اللي يشتريها فهذا نوع واحد من أنواع النمو اللي نحن بنركز عليه بشكل كبير النوع الثاني أني أنا بس أجيب لرغبات عملائي يعني مثلا ما أني متواجد في منطقة معينة أو حي معين أروح أتواجد هناك فيه وأكون قريب من عملائي بس هل عندي فرع قريب منه ولا هل هيأثر على مبيعات الفرع الثاني ولا لا اللي عندي إذا كان قريب منه طبعا هذه الأشياء كلها بناخذها في حسبان وغير كذا كمان التوسعات أو النمو اللي ممكن يصير من فين هذه كلها مهمة من أقوى أنتو ولا الوكلة يعني نحن دائما الوكلة مثلا رزم فيه معينين وكلة الحليب أو خلنقول المصنعين أين كان الطرف للحليب للشاكلت أي أن كانت المنتجات وأنتو من يفرض هل موجود هذا الصراع بين الوكيل وما بين أنا كمنفذ بيع أنت تخضع لشروطي عطيني كذا لا أنت تحتاج سلعتي أنا أفرض عليك شروطي شوف لو جيلة تكلمنا عن مجال تجارة التجزئة دائما الكلام اللي بيسير أو حتى كمان اللي دائما بيتكلم عنه أنه لازم كيف أنك تكون عندك الأبر هاند مقابل الموردين أو الوكلة نحن لا نعمل بالطريقة هذه من أول فرع افتتحنا اليوم وصلنا 71 فرع أسلوبنا وطريقتنا مختلفة نحن نعتبر الموردين شركاءنا في العمل لكم براند خاص في منتجات كبرايفيت ليبل نحن لا لدينا استراتيجية كبيرة بالنسبة لبرايفيت ليبل لا لديكم رز الدانوب وسكر ممكن شوفت لدي بعض الأصناف المعينة مثلا المناديل الموايا مثلا كتسويق لكن الاستراتيجية التي اتخذتها الشركة لا يبنزاحم الوكلة أنا أركز على تجربة التسوق الخاصة بالعميل وخلي غيري هو الذي يفكر كيف يطور المنتجات يعني هذه تأتي جزء من فلسفتنا في العمل الموردين بالنسبة لي يعتبروا شركاءنا إذا أنا تركت له المجال أنه يطور المنتجات يوفر المنتجات بالوقت وبالمكان الصحيح بالسعر المناسب وأنا أساعده أنه يحسن مبيعاته دائما سيفكر كيف يحسن تجربة العميل والتسوق عندي وهذا المهم بالنسبة لي أكثر من أني أزاحم في منتجات البيت أو أن يحط منتجاتي وأؤثر على مبيعاته طيب أنتما فكرتوا في مسألة الميني ماركت اسموا هذه البقالات الصغيرة أو الوسط يعني بزي ما سويتها بعض الشركات في من نجح وفي من فشل طبعا أنت هالدانوب أنا أرى دائما محلات ضخمة كبيرة يعني طيب في مناطق لا تحتاج هذه المساحات الضخمة وكبيرة لأن يكون عايد زي ما تفضلت في بداية العايد أو استثمارك لا يوازي اللي ضخيت واستثمرت فيه هل فكرت شركة في المحلات الصغيرة هذه شوف الاستراتيجية موجودة من أول على أساس أنه نتوسع وندخل في المجال هذا لكن قررنا أنه نأجل الموضوع بشكل مؤقت إلى أن نغطي تواجدنا في الماكن الرئيسية عن طريق فروع السيبر ماركت والهايبر ماركت موديل فقط نتواجد ونوصل للمكان ساعتها نفكر ونخش في المجال هذا لكن إلى الآن لسه لا يوجد خطة واضحة أنا لاحظ في بعض الدول الأوروبية وصحح لي أنه مثل السيبر ماركت والهايبر غالبا مساحاتهم تقول بكثير 500 متر 300 متر ليس ضخمة كما نرى عندنا وبالتالي لا يوجد محلات جنبه جنبه كوفي شوب ومدريمين لا يريد سمي براندات معروفة كوفي وعس كريم وقصص لا هو الوحد عنده الباركين وعنده سمبل هنا مش موجود عندنا يعتمد على السوق الذي رأيت في الموضل نحن بالنسبة نحن في عالم الريتيل أي شيء تحت 1500 متر نعتبر أو بقالة تحت 1500 من 1500 إلى تقريبا 4000 ونعتبره سوبر ماركت 4000 فما فوق نعتبره هايبر أنتو كل هايبر ما بين السوبر ماركت والهايبر ماركت إلى الآن لسه ما عندنا أي تواجد في الكاتجوري الذي يعتبر الكنفينيينس أنت جي تطركت إلى موضوع الذي هو أن تشوف في بعض الدول دائما الموجودة عندهم سوبر ماركتات الصغيرة طبعا يعتمد على المكان الذي شفت فيه إذا جئنا نتكلم مثلا عن لندن اليوم فيها المباني التي تعتبر قديمة وتعتبر تاريخية ومحفوظة من قبل البلدية نفسها هي التي تحافظ على المباني القديمة هذه فأصلا توسعهم في وسط مدينة لندن مثلا لا يوجد إلا المباني التي موجودة من أول يجدد من الداخل ويفتح السوبر ماركت لكن الموضوع سوبر ماركت سايز تلاقيه دائما خارج المدينة أو بعيد عن الستي سنتر أو وسط المدينة لماذا انتهت البقالات لبسط الحارة لا نرى كثير البقالات مثلا نرى بزاوية شارع رئيسي موجود البقال لكن الحارة لا نرى موجود في لندن حكومة تحت لندن موجود بعض عمارة تحت 80 متر 100 متر موجود وعنده كل الأشياء الرئيسية متوفرة ما رأيك هذه جيدة أو غير جيدة كفكرة لو تكلمنا على تواجد البقالات داخل الأحياء مفروض أنها تكون إذا كانت فيه اشتراطات معينة لها واتطبقت الاشتراطات هذه بالعكس شيء صحي وفي مصلحة العميل أو مصلحة الناس اللي ساكنين في الحياة يكون شيء قريب منهم أركب سيارة وقصة طويل عريضة أنقطع منهم منتج معين مويا حليب لبن أي شيء يقدروا يروحوا للبقالة على طول ويشتروها بالعكس هذا في مصلحتهم لكن المشكلة الموجودة اليوم والدولة تحاول تحاربها هي مشكلة التستر عمالة أجنبية تحت اسم شخص سعودي وهو الذي يريد وكريدية وما كريدية طبعا يعني البقالة خاصة فيه طبعا الدولة تحارب موضوع التستر هذا الشيء الغلط لكن كأساس أن البقالة موجودة داخل حي سكني أو تحت عمارة أو شيء لكن بشتراطات وخلينا نقول لك الأنظمة الجديدة التي أعلنت عنها وزارة التجارة بما يخص تنظيم التموينات الصغيرة لو تطبقت بنفس المعايير هذه بالعكس أنا أشوف شيء صحي جدا طيب دانو كيف يختلف فيه عن الآخرين الرز عندكم عند الثانين الزيت عند الآخرين ما هي الميزة نحن نركز فيه ثلاث أشياء رئيسية أول شيء تجربة التسوق للعميل ما هي مقصود به يعني لما نتكلم على تصميم السوبرماكت نعطي اهتمام لأدقة التفاصيل داخل السوبرماكت بحيث أنه يضيف لتجربة التسوق لما نتكلم على اختيار الأصناف أو التشكيل الأصناف التي موجودة عندنا كل ما نرى أي تغير يحدث في سلوك الشرائل للمتسوق نحاول أن نكون من أوائل الناس التي ستجيب للتغير هذه الشيء الثالث الخدمة التي نقدمها داخل السوبرماكت طبعا من ضمن الأشياء التي دائما نستثمر فيها بشكل كبير هي الاستثمار في القوة البشرية أو في الموارد البشرية مهم جدا وعامل أساسي في بداية اللقاء ذكرت لك أن نتوسع في منطقة الوسطى وحتى منطقة الشرقية قررنا نفتح فرع وفرع وقعدنا سنتين وثلاث سنوات واحدة من الأسباب الرئيسية أنه نقدر ندرب كادر من هنا ويبدأ يفرق كوادر إضافية لدعم عملية توسع بشكل صحيح طيب أستاذ أحمد ما الذي هدد هذه تحديات التي واجه هذا البيزنس لاحظنا في أسماء شركات كبيرة في العالم وصلت خسائر بعضها بالمليارات أتكلم ممكن رجعت لان تحسن ووضع إلى آخر لكن التحديات إيش إذا جيت سألتني أنا كأحمد اليوم وأتكلم عن مجال التجزئة بشكل خاص أنا أعتقد شغلتين هي التي تضر القطاع هذا بشكل كبير دعني أقول لك الإدارة التي تدير الشركة إذا لم كان فيها استقرار أو لم كان لديهم كوادر صحيحة لإدارة الشركة تسبب خسائر كبيرة هوامش الربحية دائما محدودة نعتمد كثير على التين أوبر أو يعني نعتمد كثير على التين أوبر فمهم جدا أن القرارات التي نحاول أن نأخذها في البيزنس أنها تكون صحيحة بشكل كبير أي قرار خاطئ أو حتى لو ما كان عندنا استقرار وظيفي موجود داخل الشركة مع كوادر صحيحة أنا أعتقد هذا سيدمر الشركات كثير وخصوصا في مجال السوبرماكت وطبعا الشيء الثاني الذي يأثر معك لما مستوى الإيغو يكون عالي جدا وتقول أن أنا أعرف كل شيء عن القطاع والمستهلك لا أسمع له هذا من أكبر المخاطر يعني معزول والقاب يكون كبير بينه وبين عملائه عملائه يبغل شيء ثاني وهو يفكر في شيء ثاني في فرق بين الجملة والتجزئ في القطاع كم فرق كبير كيف دعوني دعوني نقول الجملة السلوك الشرائي المتسوقين الذين يذهب إلى تاجر الجملة مختلف كثير عن التجزئ حق الجملة يذهب ويدور على سعر لا يهم الخدمة لا يهم تجربة التسوق بالضبط حتى اختياراته محدودة جدا وأصناف أساسية يعني لا يدور على الكماليات لا يدور على الأصناف التي تكمل حجم سلته بشكل كبير يعني مثلا إذا جاء يدور على منتج معين يدور على مناديل لا يهم أي براند لا يهم أي شخص ورد منديل يهم كرتون وسعر في حين زبون السبر ماكت يهم مكان نظيف يهم مكان فيه اختيار يهم مكان يكون فيه سعر مناسب للخدمة التي يقدمها سؤال قبل مختي ممكن هذه نص دقيقة أو أقل بعد هل هايبر الموجود عندنا زي أي مكان في العالم أو في شيء ينقص نا إذا جيت تكلم عن بن داود أو الدانوب تحديدا وبشهادة الناس يقولوا حتى ما عندنا الشيء هذا لا في أمريكا أو حتى في أوروبا شكرا لك سيد أهلا سهلا شكرا شكرا لمتابعتكم والسلام هذا البرنامج برعاية دار الأركان عامرة والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص آي سي دي